اشتركوا في القناة واختفاء اثر فريقه الوطني بروسيا وموسكو ففي هذه الاثناء برلماننا العتيد وبعيدا عن صخب الكرة وعن متابعة وسائل الاعلام يقدم مقترحه لانقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين الذي اثار زوبعة في العالم الازرق وفي مواقع التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الوحيدة ووسائل الاعلام الوحيدة التي يستنير بنورها الشعب الذي لا اعلام رسمي لا فهو قد اجمع امره على ان الاعلام الرسمي لا يمثله ومتى كان الاعلام الرسمي يمثلنا ويتكلم عن امورنا فاذا بهذا الاعلام البديل في كل مرة يخرج لنا مثل هذه الامور التي كانت تغيب عنها وكانت تقضى في غيابنا فلا يكاد احد ان يسمع لهم همسا ولا ركزة حتى تنزل الامور علينا كالصاعقة ويكون الامر قد فات مقترح انقاذ صندوق التقاعد البرلماني واني ان شاء الله تعالى ساعلق على هذا الامر بكلمات اقول اولا ان النيابة في البرلمان ليست وظيفة وانما هي وكالة والوكالة لا يستحق عليها العبد اجراء ولكنها تعويضات كميلية فقط يأخذها مقابل حركته في الارض ومقابل ما يستحقه حينما يتحرك من اجل الامة ما يستحقه كل بشر يدب على الارض من اكل وشرب ونو لكن ان تكون اجر كما هو الحال والاجر زيد يكون عند وزنه تقاعد هذا ليس موجود الا عند المغرب هي ليست وظيفة واغلب هؤلاء الذين ينوبون عن الامة في البرلمان وانتخب علي من قبل الشعب هم اما موظفون اساتذة واما تشجار كبار واما فلاحون كبار واما المهم على كل حال ما مخصوصي ان شاء الله كلهم يوصلوا تبايا ان شاء الله تعالى اذا في التعليق الاول هو هذا مسألة الولاية ان هذه وكالة وليست وظيفة حتى تستحقون عليه الاجر احرى ان نتحدث عن التقاعد هذه النقطة الاولى الثانية اذكركم ان شاء الله تبارك وتعالى يا معاشر ممثلين في البرلمان انكم تمثلون شعبا فقيرا انتم تمثلون شعبا فقيرا معدما وان كنتم تمثلوننا ولا تعرفون حقيقتنا وحقيقة العيش احد احدى البرلمانيات ان اللي يجي بعشرين درهم فالنهار هو لا يعيش الفقر انتم ماركو كاتبول انتم عشرين درهم انا احنا مرفين عشرين درهم فالنهار يا كنتم ماركو كنتم ممثلين ديانا اراضينا بعشرين درهم احنا مخيرين بعشرين درهم مؤخرة هذه الثانية ها انتم محتاجون ان نذكركم انكم تمثلون شعبا فقيرا ثالثا انتم في البرلمان ما هي مهمتكم الدفاع عنا ولماذا وكلناكم نحن هل وكلناكم لتدافع عنا ام من اجل الحصول على امتيازات الاخرى لا يحل لكم شرعا ولا قانونا ان تأخذوه بغير حق ما يمكنش ما يمكنش ان شاء الله تبارك وتعالى المنحظة الرابعة اقول لكم في ظل انشغال المغاربة باللهو وباللعب تستطيعون حتى ولو لم ينشغل الشعب المغربي بذلك ولكن قلوا ان الوقت الذي تختارونه لهذا ونقول لما لم تناقشوا ذلك العمر في وقت لم يكن الشعب المغربي يعيش التخدير المقصود لأفيون الشعوب اللي هي الكورة هاتو جبتهاج لا يحق لي ان اتساءل هؤلاء يمثلوننا ويدافعون عن حقوقنا المهضومة ام هؤلاء يمثلون علينا ويلعبون الادوار الخامسة اقول لكم تستطيعون وانتم الذي يقترح ويصوت انتم مشكون الخصم والهكمة تستطيعون وانتم تمثلون الامة ان تقترحوا وتصوتوا على ما شاء لكم ويصبح ذلك قانون بموجب القانون الذي تعملون به واقول لكم هنيعا لكم تستطيعون ان تحصلوا من وراء هذه التصرفات على ربح مادي في الدنيا وان تؤمنوا مستقبلكم ولو كان مستقبلكم من ناحية المادية من غير هذا هو ان شاء الله مضمون لان الله ضمل لكل نفس ان لا تموت حتى تستكمل رزقها واجل احنا من ناحية الشرعية ان الرزق دي الواحد مضمونه وما يموت حتى يأكله وان واحد العداد انت عن ناس تيربح مادي وان واحد العداد انت عن ناس ما غد يشيف راح به وحتى بقاء الناس غد يتعيش لكي تستفيد من ذلك لكن هذا الانسان الذي خلق هلوعا اذا يمسه الشر جزوعا واذا يمسه الخير منوعا فهو يقول دائما كما قال بس من كان له واديان من ذهب طلب واديا ثالثا حتى لا تمتد يده للواديين والدنيا كماء البحر كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تعب هذه خلصة اصفرها قلتهم لكم والان اتقدم بكم الخطوة الثانية وهي مضمون المقترح سمعوا ايش من شاء الله تعالى حل بغوي دير الصدق اللي يمشى نعطيكم ان شاء الله القرار اللي هو ان شاء الله تبارك وتعالى اولا تحميل ميزاني الدولة اي من دافع الظرائب بتاعنا الشعب تحميل ميزاني الدولة الفين وتسعمية الدرهم ميتين وتسعين الفرق الفين وتسعمية الدرهم تأخذ من ميزاني الدولة في كل شهر لكل نائب ستمية نائب تضربها في ميتين وتسعين الف شهريا شهريا تضربوا ميتين وتسعين الفرق في ستمية نائب شهريا من بعد اللي عندو غادي يقولنا شهريا تأخذوا من ميزاني الدولة اللي كيقول لك احنا فقاراء واحنا ما عندناش عندكم غير انتم وتوضعوا في صندوق التقرأت ديال البرلمان الذي افلس في حين ان الموظفين اموال السندوق لا نعرف كيف تبخرت ولم يفتح في ذلك ابدا تحقيق ثم تحمل الموظفون من قبل الحكومة والبرلمان الذي يمثلنا احصاتها الموظف يتحمل ثلاثة احمال ما حملها الا الموظف المغربي فيه ظل هاذ الحكومة وعن البرلمان اللولة واسمه هي واسمه هي اللولة قطعوا له من الفلوس وباش يردوا في الصندوق فلوس وماشي بتعاد الدولة الثانية زيد متباركة والثانية واسمه يا شهر تباركة زادوا له ثلث سنين يزيد يخدم والثالثة واسمه نقسوا له بالاستفادة من زوجه من الصندوق قتل زوج تلعب والبرلمان المرفين اللي مشوا يدافعوا علينا ميتين وتسعين الفرنك ما نصندوق نصندوقهم ديال الدولة ويقولوا لنا باين الله كاين تاقشوا ويبكيوا لنا وقولوا لنا ذيك المقاطعة اللي درتوا هراكة ضرر مستاكل الفلاحة الصوار هذا منكر فإن كنتم تربحون ماديا كما تتصورون فقد خسرت البلاد واسمه خسرت واسمه خسرت سياسيا هذه اللولة الفين و تسع ميات در الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى أنّا هذه الامتيازات من تعال برلمان في التقاع وزيد لا تخضعوا لأي ضريبة فوق الضريبة ديوها نت والرابع إن شاء الله تبارك وتعالى محصن ضد الحجز لا يحجز عليه نشو لخير هذي عمرهم ما كانت هذي عمرهم ما عشر ورد والخامسة والمسألة الخامسة واسمه يا الخامسة مسألة الخامسة قال لي مخيرة واسمه يا واسمه يا واسمه يا هي أن هاذ التقاعود اللي يكون عندهم هما قالوا حتى لخمسة وستين عام ونقصوا ما بقاش مئة الف للعام ولا تسبعمائة عام لا كالريوتوشات الصغيرة اللي بييروا عنها فلولة بالرينة بنسبو قال لك غاد يندروه إن شاء الله تبارك وتعالى واحدة الإصلاح انت على التقاعود هاذك مئة الف اللي كيديه كل عام مثالي لخمس سنين فوت خمسة غاد تكون هذي خمسة مئة الف وياك غا تولي غي سبعين الف غا تولي خلتمية وخمسين الف في هذي خمسة سنين ولا أزوج مرات مش حال تولي وش حال تولي سبعمية تال ولا ثلاثة مرات وش حال تولي مليون وخمسين الف ها يعني كي يقولك وكان يديها بندم غير يخرج وخاس غير يون قال لك اللي احطت وخمسة وستين عام يعني ورهو النغي هذي ورهو النغي هذي زعمة بالله راحنا مزيانين راحنا القضية راحنا واسموها اولا ما يدي حتى الخمسة وسبع احتى الخمسة وستين ما يديش مباشرة هذي مزيانة وثانية المسالة الثانية غا تبقاش مئة تالف على حساب العام غا تبقاش مئة تالف هذي زوج تصورح ورهوه لنا والحواج الاخرين لنا هذي المسائل المهم من هذي وامسالة الخامسة والمهمة واسموها انها ان شاء الله واسموها واسموها تقاعد مستقل الى عنده حتى عشرين تقاعد خور هذا ما تحسبوش هذا خاص تعدد تعدد زين تعدد تقاعدات المانضة انتو ما تدفعوا الان هذي الشعب الذي قطع الثقة من كل من كان له بصيص عمل في انه يمثله او يتحدث باسمه او يعرفوا احتياجاته اعمرت كرشتكم اعمرت انا بقيت استغرب حتى هذي كل كان يباله اللي يدفعوا من بعض الاحزاب مشيت دورت عليهم وصبتهم هم من احرص الناس دفاعا على هذي التقاعد والله العظيم بقيت ندور ندور وندور على السميات ونصيب لقياه ذي وكل كانوا يعني يحضروا ويبينوا النبي اللي رهم على الشعب صبتهم هما من احرص الناس في هذه اللي جن ولكن يشوف يستمعوا هذا البلد الشعب ديانونية وصبر الزهار وكل المرة يقول هذا ان شاء الله فيه الخير ان شاء الله ربي هذا ان شاء الله غادي القطع به ان شاء الله تبارك وتعالى هذه الواد هذا ان شاء الله هذا ان شاء الله فاذا وصل الى درجة اليأس من وجود من يصدق في تمثيله ويعمل من اجل تنمية هذه البلاد والدفاع عن كرمة المواطن اليأس واروح خرجو انتا واروح خرجو انتا انتا واروح خرجو انتا واروح خرجو انتا صافي ولا اخو مخرجوش انتا باسمو صافي ليس هناك مخاطب نقولوا الله يا جزيزيكم بخير وقولوا هاد الشي ما يصلاحش في هذه البلاد والله يرحم مالديكم صافي وما عندنا ما نديروا سيدي بهذا التقاعد تركيا كده احتولت ان شاء الله تعالى وقفزتها القفزة واسمو بنلعت الصناديق السوداء وجمعت قاعد في ليسدتا الأمة وعطاتهم لهكذا على كل حال هذه كلمة حول هذا البرلمان الذي يريد ان يقنن مسألته ما يسمى بالتقاعد